السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الأول متوسط في درس جديد من دروس قوائد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم سوف يكون نصب الفعل المضارع أعزائي الطلبة سوف نتناول أولا هذا النص لنستشف منه ما ورد من الأفعال المضارعة المنصوبة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم نتأمل ما ورد في هذه النصوص القرآنية من أفعال مضارعة نجد والله يريد أن يتوب عليكم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولتعلم أن وعد الله حق فإذن نجد أن الحرف الأخير في الأفعال المضارعة يتوب يتوب عفوا ويقبل وتقر وتعلم الحركة هي الفتحة فإذن علامة النصب مثل ما نعلم هي الفتحة والفتحة هنا ظاهرة على آخر هذه الأفعال لذلك نقول أن هذه الأفعال هي أفعال منصوبة أفعال منصوبة لماذا نسبت هذه الأفعال؟ نجد أنها سبقت بأحد أحرف النصب وهذه الأحرف هي أن ولن وكي ولن التعليل فإذن الفعل المضارع مثل ما تناولناه في الدروس السابقة إذا لم يسبق بأدات نصب أو أدات جزم فهو مرفوع فعل معرب مرفوع أما إذا سبق بأحد أدوات النصب مثل ما تناولنا هنا فيكون منصوبا فالفعل المضارع إذن يكون منصوبا إذا سبق بحرف من أحرف نصب الفعل المضارع ومنها أن ولن وكي ولام التعليل وتكون علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو حثف النون نعم نأتي الآن إلى تفصيلات هذه الحركات أولا الفتحة الظاهرة مثل أحب أن يتقدم وطني أحب أن يتقدم وطني فإذا أحب هنا هو فعل مضارع مرفوع لم يسبق بأي أدات لذلك يكون مرفوعا وعلامة رفعه الظامة الظاهرة على آخره أم هنا حرف نصب أن حرف نصب يتقدم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطمع أن يغفر لخطيئة يوم الدين فهنا أطمع هو فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بأدات نصب أو أدات جزب لذلك يكون مرفوعا وعلامة رفعه الظامة الظاهرة أن أدات نصب يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره كذلك تظهر الفتحة لخفتها في الفعل المضارع المعتل إذا كان آخره واو مثل لن ندعو إلى الإهمال لن ندعو إلى الإهمال أو إذا كان آخره ياء كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت يأتي أحدكم الموت فإذن من الذي يأتي يأتي الموت لأحدكم هنا تقديم وتأخير فيأتي هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره فإذن الفتحة تكون ظاهرة إذا كان الفعل المضارع إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر أو إذا كان معتل وحرف الاعتلال هو الواو أو الياء فنقول أحب أن يتقدم وطني فيتقدم هنا هو فعل مضارع فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه صحيح الآخر فإذا كان الحالة الأولى الحالة الأولى هنا الفتحة الظاهرة الحالة الأولى هي الفتحة الظاهرة نعم كذلك تكون الفتحة ظاهرة إذا كان إذا كان الفعل معتل الآخر فنقول وأحد حروف الاعتلال هو الواو أو الياء فنقول كما ورد في النص والذي أطمعوا أن يغفر لي خطيئة عفوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت أو لن ندعو إلى الإهمال لن ندعو إلى الإهمال لن ندعو إلى الإهمال فهنا ندعو هو فعل مضارع منصوب وعلامة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لن ندعو إلى الإهمال لن نرمي لن نرمي الكرة لن نرمي الكرة فهنا نرمي هو أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه أيضا الفتحة الظاهرة فإذن الفتحة الظاهرة الفتحة أفوا فهنا الفتحة الفتحة الظاهرة أيضا لهذا الفعل لهذا الفعل أيضا تكون الفتحة الظاهرة فإذن العلامة أو علامة الفتحة الظاهرة تكون للفعل المضارع صحيح الآخر أو إذا كان معتل وحرف الاعتلال هو الواو أو الياء فتظهر لخفتها نرمي ندعو فإذن الواو مع الفتحة سحل في اللفظ ندعو أو نرمي نعم نكمل قد تكون الفتحة مقدرة قد تكون الفتحة مقدرة متى يكون ذلك؟ إذن الفتحة المقدرة إذا كان آخر الفعل المضارع ألفا مثل أحب أن يسعى فإذن يسعى هو فعل مضارع معتل الآخر بالألف حروف الاعتلال الألف الواو والياء مع الواو والياء تظهر مع الالف تقدر أحب أن يسعى الطلاب جميعهم إلى التفوق العلمي أو كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أن يفترى فهنا آن أداة نصب ويفترى فعل المضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعذر لا يمكن أن تظهر هنا الفتحة مع يسعى ومع يفترى إذن ثانيا ثانيا تكون ثانيا تكون الفتحة المقدرة الفتحة المقدرة متى يكون ذلك إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر وبالألف يكون معتل الآخر بالألف مثل أحب أن يسعى الطلاب الطلاب حب أن يسعى الطلاب إلى النجاح فهنا أن أداة نصب ويسعى هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الفتحة المقدرة فإذن الفتحة تكون مقدرة مع الألف للتعذر لا يمكن اللفظ بها نعم فإذن الفتحة المقدرة إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر حرف الاعتلال هو الألف مثل ما نعلم حروف الاعتلال الألف الواو اليا مع الواو واليا تظهر الفتحة لخفتها أما مع الألف فلا يمكن أن تظهر للتعذر نعم ثالثا ثالثا تكون علامة النصب حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكره شيئا أن هو أداة نصب هنا أن أداة نصب تكره هو فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو لا ننسى أن نقول أن الواو هذا الضمير المتصل في محل رفع فاعل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم فإذن حرف النصب إذن حرف النصب أن جاء قبل الفعل المضارع والفعل المضارع من الأفعال الخمسة علامة نصب الأفعال الخمسة هو حذف النون إذن العلامة الثالثة ثالثة ثالثة حذف النون حذف النون إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الحمسة مثل مثل أحب أن تجتهدوا أحب أن تجتهدوا أحب أن تجتهدوا في واجباتكم فهنا تجتهدوا هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون حذف النون لأنه لأنه من الأفعال الخمسة والواو لا ننسى أن نقول أن الواو ضمير متصل مبني في محال رفع فاعل في محال رفع فاعل هذا فيما يخص علامة النصب فإذن علامة النصب هي الفتحة علامة النصب هي الفتحة تكون ظاهرة إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر كذلك تكون ظاهرة مع الفعل المعتل إذا كان معتلا بالواو أو إذا كان معتلا بالياء بخفتها وتكون علامة النصب الفتحة المقدرة مع الفعل المضارع إذا كان معتل وحرف الاعتلال هو الألف وأخيرا تكون الألامة هي حذف النون مع الأفعال المضارعة التي هي من الأفعال الخمسة نعم نأتي الآن إلى الألامة لكل عفوا إلى الحروف لكل حرف من أحرف نصب الفعل المضارع معنا خاص به لكل حرف معنا خاص به أن أن حرف نصب يفيد الاستقبال يفيد الاستقبال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذي أطبع أن يغفر لخطيئة يوم الدين فإذا للاستقبال هنا يوم الدين نعم أن والذي أطمع أن يغفر هنا المعنى أعزائي الطلبة دائما أؤكد أن الإعراب هو فهم للمعنى إذا لم نفهم المعنى لا نستطيع أن نعرف فالإعراب هو فهم اللغة العربية فهم أفهم المعنى حتى الأدوات التي أستخدمها المفردات أفهم معنى المفردات أفهم معنى الأدات كي أستخدمها الاستخدام الصحيح فهنا أن هي أدات نصب تفيد الاستقبال للمستقبل أطبع أن يغفر لخطيئة يوم الدين المعنى واضح هنا للاستقبال لن حرف نصب يفيد نفي الاستقبال إذن هنا لن وحرف نفي للاستقبال نعم الأدات الثالثة هي كي كي حرف نصب يفيد الاستقبال فإذن أن تفيد الاستقبال وكي أيضا تفيد الاستقبال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها صدق الله العظيم فهنا أيضا أفدنا للاستقبال إذن متى تقر عينها في المستقبل سوف تقر عينها هنا من سورة القصص قصة نبي الله موسى عليه السلام عندما ردده الله إلى أمه كي تقر عينها فإذن كي هنا حرف يفيد الاستقبال وتقر هو فعل مضارع منصب علامة نصبه الفتحة السبب لأن هنا صحيح الآخر فتكون علامة النصب ظاهرة للناس أنزلنا إليك الذكر لي تبين للناس إذن فهنا ما بعده بعد اللام لي تبين للناس تبين للناس قبل اللام أنزلنا إليك الذكر فإذن فإذن ما بعده سبب لما قبله الإنزال هنا الإنزال كان التبيان كان سبب للإنزال التبيان كان سبب للإنزال نعم فإذن كل حرف من أحرف النصب له معنى خاصة به كل حرف له معنى خاصة به فالفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم يسبق بناصب أو بجازم ويكون الفعل المضارع منصوب إذا سبق بأحد أدوات النصب فإذن يكون الفعل المضارع منصوبا إذا سبق بأحد أدوات النصب نعم من هذا نأتي إلى القائدة نأتي إلى القائدة فنقول ينصب الفعل المضارع إذا سبق بحرف من الأحرف التي تنصب الفعل المضارع منها أدوات النصب ما هي أن ولن وكي ولام تعليل نعم فإذن ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أدوات النصب أن لن كي ولام التعليل نعم علامة نصب الفعل المضارع ثلاث هي ألف الفتح الظاهرة إذا كان الفعل الفتح الظاهرة إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر إذن الفتح الظاهرة إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر مثل لن أخون وطني فهنا النون صحيح الآخر أو إذا كان معتل الآخر وآخر هو مثل لن ينجو المقصر من الإقاب فهنا ينجو هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو إذا كان معتل وحرف الاعتلال الياء كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي سخر لكم البحر لتجريه لتجريه فهنا اللام التعليل لتجري الفلك فيه بأمره لتجري الفلك فيه بأمره صدق الله العظيم عفوا نعم وتظهر الفتحة في هذين الموضعين أي مع الواو ومع الياء لخفتها فإذا لن ينجو المقصر من الإقاب والله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره فإذا هنا تجريه اللام لام التعليل وتجريه فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره تظهر الفتحة في هذين الموضعين لخفتها كما قلنا والفتحة تكون مقدرة للتعذر إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر بالألف كقول للشاعر يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء فإذا هنا قدرت الفتحة أن يعطى فإذا هنا أداة نصب ويعطى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء الواو حرف عطف ويأبى أيضا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف للتعثر وحثف النون حثف النون إذا كان الفعل من الأفعال الخمسة قال أبو طالب أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدافعا عن ابن أخيه والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوستد في التراب دفينة إذن هنا لن يصل لن أداة نصب ويصل هو فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حثف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل نعم فإذن أعزائي طلبة ينصب الفعل المضارع إذا سبق بأحد أدوات النصب ولكل أداة من أدوات النصب معنا خاصا به وتكون وتكون علامات النصب إما ظاهرة أو مقدرة في نهاية الدرس هذا أودعكم على أمل لقائبكم في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة